السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريت سيكسي هيروس أهلا بكم النهاردة حنكتب باراجراف عن مارك بولو باراجراف النهاردة أهم من أي باراجراف كتبني ليه؟ لأن إحنا حنتعلم إزاي نكتب مقدمة وخاتمة تساعدنا شوية لو إحنا لقيني نفسنا مش عارفين نجيب جمل تكفي البراجراف بتاعنا وفي نفس الوقت مش هتكون مقدمة نحس إن هي مقدمة لأ هي من نفس الموضوع مش هنحس إن هي منفصلة زي بعض المقدمات حط اللايك دلوقتي للسيشن ويلا بينا نشوف هنكتب إزاي write a paragraph about 50 words من 50 كلمة using the following guidance elements وحنستخدم العناصر دي طبعا العنوان بتاع البراجراف بتاعنا مارك بولو هنكتب عن مارك بولو guidance elements diary مذكرات difficult صعب experiences تجارب أو خبرات china الصين هبتدي أكتب أول حاجة الجملة بتاعتي اللي أنا هكتبها في أي باراجراف I am writing about وبعدين أكتب العنوان بتاع البراجراف يعني هنا مثلا هقول I am writing about مارك بولو طب أنا لو بكتب عن أي حاجة عن zoo مثلا I am writing about the zoo عن journey I am writing about the journey أي حاجة أي إن كان اللي أنا هكتب عنه هكتب I am writing about وبعدين العنوان اللي أعطيهوني للبراجراف بعد كده هكتب its وبعدين أذكر صفة اللي أنا بكتب عنه ده its a وبعدين صفة ولكن هنا في حالة مارك بولو مارك بولو في الماضي يبقى حقول he was وبعدين حين فعقول عليه إيد برضو يبقى حقول he was واحعرفو مارك بولو كان إيه كان مستكشف إيطالي يبقى he was an Italian explorer he was an Italian explorer he was an Italian explorer يبقى عندي I am writing about مارك بولو he was an Italian explorer طيب ما تيجي كمان نقول إنه هو من أوائل الناس من الغرب اللي روحوا الصين حقولها إزاي طبعا حبايا بكل جملة يبقى مكونة من فاعل وفاعل ومفعول and the rest وباقي جملة subject verb object and the rest فهنا حقول he was one of the first people from the west he was one هو كان واحد of the first people من أوائل الناس from the west he was one of the first people from the west to visit China اللي زاروا الصين الجملة سهلة بس ركز معايا he was one of the first people from the west he was one of the first people from the west يبقى هو كان واحد من أوائل الناس من الغرب he was هو كان one of the first people واحد من أوائل الناس one of the first people one of واحد من the first people أوائل الناس one of the first people from the west من الغرب from the west يعمل إيه أول واحد من الغرب يعمل إيه to visit China كتب هو فاعل كتب فاعل he wrote a diary about his experiences كتب مذكرات عن خبراته أو تجاربه وممكن كبيرا أقول المذكرات دي اسمها إيه it's called the travels of markable هنا تعيدة على اليوميات أو المذكرة الضائرة نفسها is تكون is called يعني تسمى it is called أو it's called على بعض ديها it's called the travels of markable it's called the travels of markable طيب عايزة أستخدم كلمة difficult صعب وده سهل جدا إن أنا حقول إن رحلته إلى الصين كانت صعبة جدا وده حقيقة يبقى حقول his journey to China was very difficult his journey to China رحلته إلى الصين was كانت كل حبيبي لاحظوا هنا ماضي لأن أنا بتكلم عن حاجة في الماضي past منطقي جدا يبقى his journey to China was very difficult نرجع للجملة اللي حاتم بها طبعا أنا كده بدأت I am writing about وقت باسم الموضوع وتاني سفة تاني جملة باوصف فيها اللي أنا هتكلم عنه هنا قلت he was an Italian ex-plorer هو كان مستكشف إيطالي الجملة اللي باختم بيه حبيبي إن أنا بقول I think أعتقد أعتقد باوصف اللي أنا بكتب عنه بصفة يبقى حقول I think Marco Polo was a great ex-plorer يبا هو كان مستكشف عظيم I think I think أنا at the end I hope you enjoy reading في النهاية أتمنى أن أنت استمتعت بالقراءة اللي أنا كتبتها دي أكتمها فقط في حالة لو أنا خلاص مش عارف أجيب جمل لكن هنا إحنا جبنا العدد المطلوب مننا اللي هو 50 words اللي هو يعني الحمد لله مش كتير قوي بالنسبة إحنا بقينا شاطرين وبنعرف نجيب جمل يبقى دايما نبدأ Paragraphic I am writing about وبعدين اسم الموضوع وتاني جملة أوصف بيها اللي انت بتكتب عنه يعني مثلا بتكلم عن Park It's very beautiful عن زي هنا ماركبول وصفت أنه وإيطالي وهكذا وفي الآخر I think وأقول رأي في الحاجة دي وadd the end I hope you enjoy reading يعني كده عندي أربع جمل اتنين قدام واثنين في آخر للبراكراف ممكن يساعدوني كتير إن أنا أجيب جمل لو الموضوع وقف معي أتمنى حبيبي يكون أفدتكم ولو استفدتم ما تنسوش لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميس إيمان